حذر جلالة الملك عبد الله الثاني من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على الأماكن المقدسة في القدس وشدد جلالته على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائما لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد لتجنب توسع دائرة الصراع في المنطقة وأعاد جلالته التأكيد على مواصلة الأردن لدوره التاريخ والديني في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسيا لتحقيق السلام العادي والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة